خطوة إماراتية إلى الخلف محاولة سعودية للتحكم بالأحداث بالتزامن مع تقدم للشرعية ميدانيا وسياسيا خلاصة المشهد اليمني الذي تتسارع وقائعه محليا ويقليميا ودوليا فعلى وقع الهزائم الكبيرة التي نالتها الإمارات بعد تصعيد الحكومة ضدها في المحافل الدولية وفشل ميليشياتها في شبوه وجدت الإمارات نفسها في ورطة لم تحسب عواقبها جيدا وهو ما جعلها تتراجع خطوة إلى الخلف لتصدر بيانا مشتركا مع السعودية البيان المشترك لوزارتي خارجية الرياض وأبوظبي أكد على استمرار سعي البلدين إلى المحافظة على استقرار واستقلال ووحدة وسلامة اليمن تحت قيادة رئيسها شرعي بيان السعودية والإمارات الذي جددت فيه الدعوة لحوار جدة أتى بعد تشكيل البلدين لجنة مشتركة لما أسمته فضل اشتباك ويعادة الانتشار وهو ما أثار الغموضة مجددا من الموقف السعودي وكان من اللافت أن البيان المشترك تحدث عن التصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي دون أي إشارة إلى انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي وهو ما عده يمنيون التفافا مشتركا من الإمارات والسعودية على الشرعية التي صنفت أحداث أغسطس في عدن بالانقلاب ووصفت من قام بها بالميليشيا وحددت الإمارات كدولة داعمة لها لا يعلم تحديدا ما هي التفاهمات التي جرت في الكواليس بين الرياضي وأبو ظبي قبل إصدار بيانهم الأخير الذي حرص على إدانة ما أسمه البيان بحملات التشويه ضد الإمارات مع أن الأخيرة هي من نفذت انقلاب عدن واضحت عمليا مهددة لوحدة اليمن والسقراره لكن المراقبين يرون أنه مهما كانت النتائج القادمة فإن وضع الإمارات في اليمن لن يعود كما كان وهذا الأمر قد يسري على علاقتها مع الرياضي أيضا موسيقى